أخبار صارة من المركزي ارتفاع تاريخي الاحتياطي النقد الأجنبي وتعاون جديد مع أباتشي أهلا بكم في حصاد الاتنين الإخباري والبداية من القطاع المصرفي وأخبار صارة من البنك المركزي حيث كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن تراجع كبير في الرصيد الدين الخارجي بنهاية مايو 2024 يصل إلى 153.86 مليار دولار بالمقارنة ب168.3 مليار دولار وده في نهاية ديسمبر 2023 من انخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة قدر بحوالي 8.43 مليار دولار ووفقاً المصدر يعد الانخفاض خلال فترة الخامسة أشهر محل المقارنة هو الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية للبلاد على الإطلاق ولفت المصدر لأنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر قفز صافي الاحتياطات الأجنبية الدولية لدى البنك المركزي لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 بزيادة 13.26 مليار دولار عن ناقصتس 2022 ووضحنا الأرصاد الحالية للاحتياط يمكنها تقطيع من 7 إلى 9 شهور من قيمة الوردات السلعية للدولة لما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة ولسه مستمرين في الأخبار إصارة من المركزي حيث واصل الاحتياط النقدي لأجنبي تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر يونيو 2024 ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار وبارتفاع قدره 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022 من نسبة مو تجاوزت 40% تقريباً ووفقاً لمصدر مطلع تتفوق الأرصاد الحالية على مستويات الأمان الدولية من خلال توفير تغطية تصل إلى من 7 إلى 9 شهور من الوردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي وأوضح المصدر عن النمو الكبير في احتياطات العملة الصعبة تأتي بسبب عوضة الضفقات النقد الأجنبي للسول المحلية أقب قرار تحرير سعر الصرف لتسجيل زيادة بنحو 200% وتضمنها صعود بأكتر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقاعدة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف ونروح لوزارة البترول حيث عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية والوفد المرافق له بمدينة العالمين الجديدة وشهد اللقاء السعرات وتبادل الرؤى بشأن خدت زيادة الإنتاج من بترول والغاز من معاطق انتياز الشركة بصحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية زيادة التعاون والجهود المشاركة بين قطاع البترول وشركة أباتشي في دوق ما يوليه قطاع البترول من أهمية لزادة معادلات الانتاج لفتن الأهمية دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرافع كفاءة الحقول القائمة وزادة معادلاتها الانتاجية وصرعة وضع الأبار على خريطة الانتاجة واستعرض الوزير مع الرئيس التنفيذي للشركة أباتشي سبل توسع عن شدة الشركة في مناطس اكشاف جديدة للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية للمسامة في ذات الانتاج كما تطرق اللقاء إلى استعراض الزيارة الأخيرة لمهندس كريم بدوي لحقول انتاج خالدة للبترول بالصحراء الغربية ولتستثمر فيها أباتشي والمردود الجيد للزيارة واللقاء مع العاملين على تحفزهم لبزل المزيد من الجهد والعمل وفي خبر معانا من وزارة الصناعة حيث وافق الفريق مهندس كامل وزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقلة على إعلان مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني عن خطة قبول دفعة للعام التدريبي الجديد 2024-2025 بالمراكز والمحطات التدريبية ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني من الحصين على الشهادة الاعدادية العامة والأزهرية اللي التحق بالمراكز والمحطات التدريبية للحصول على دبلومة التلمزة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارسة الفنية الصناعية وقال الوزير أن الوزارة تحرص على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية مما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم وإحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عطقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قطرة التنمية الاقتصادية في مصر وبكده متبعين نكون وصلنا نهاية جولتنا الإخبارية كان معكم صاحب إبراهيم وإلى اللقاء